اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الاقليمية والدولية ونوه المجلس بمشاركة المملكة في اعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين التي عقدت في الارجنتين ورأس وفد المملكة سمو ولي العهد وبلقاءاته مع اصحاب الفخمة قادة الدول وكبار المسؤولين وما جسدته من تعزيز للدور القيادي للمملكة اقليميا ودولية واضح معالي وزير العلامة دكتور عواد العواد في بيانه لوكالة الانباء السعودية ان المجلس اعرب عن ترحيبه باعلان استضافة المملكة لأعمال القمة عام الفين وعشرين وانضمام المملكة الى لجنة ترويكاش مشيدا بالبيان الختامي للقمة وتأكيد التنفيذ الكامل لاتفاق باريس في مجال مكافحة التغير المناخ والالتزام بمواصلة تعزيز شبكة الامان المالي العالمية وتأييد الاصلاح الضروري لمنظمة التجارة العالمية بالاضافة الى تجديد الالتزام تجاه مكافحة الفساد وادانة الارهابي ومحاربته واطلع المجلس على نتائج الزيارات التي قام بها سمو ولي العهد والمباحثات التي يجرها مع اصحاب الجلالة والسمو والفخام حول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها واخر المسجدات على الساحة الدولية ومواقف المملكة وتلك الدول منها وبين معاليه ان مجلس الوزراء بارك انشاء مجلس اعلى لتنسيق السعودية الجزائري وفادم على الدكتور عواد بن صارح العواد ان مجلس الوزراء في ختام الجزة اصدر القرارات التالية اولا الموافقة على مذكرة التفاهم بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في جمهورية اوزباكستان ثانيا الموافقة على مذكرتي تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة ووزارة خارجية جمهورية لاتفيا ووزارة الخارجية والاديان في جمهورية كوستاريكا ثالثا الموافقة على تمديد العمل بالاتفاقية المبرمة بين المملكة والجمهورية الفرنسية من أجل تحاشي الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل والإرث والتركات والبروتوكول الملحق بها وذلك لمدة خمس سنوات اعتبارا من الأول من الشهر الأول من عام 2019 رابعا الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة وكل من الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة خامسا الموافقة على تنفيذ مسار البناء والصيانة والتحويل من البرنامج التنفيذي لمبادرة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية مع مراعاة اعتماد ميزانية تنفيذ المسار بمبلغ لا يتجاوز 400 مليون ريال سنويا ولمدة لا تتجاوز 28 سنة لتنفيذ ما لا يقل عن 120 مدرسة في مناطق رئيسة في المملكة وقيام وزارة التعليم بإبرام جميع العقود والاتفاقيات بالإضافة لاتفاقيات إيجار الأراضي التعليمية في مناطق رئيسة في المملكة لمدة لا تتجاوز 30 سنة لتنفيذ المبادرة سواء كانت تلك الاتفاقيات مع شركة تطوير للمباني أو مع غيرها سادسا وافق مجلس الوزراء على تعيين الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم الحميد والاستاذ السبتي بن سليمان السبتي عضوين في مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة لمدة ثلاث سنوات سابعا وافق مجلس الوزراء على تعيين وترقيات للمرتبتين الخامسة عشر والربعة عشر ووظيفة وزير مفوض وذلك على النحو التالي واحد تعيين ناصر بن أحمد بن عبد الرحمن الخريصي على وظيفة وكيل الإمارة للشؤون الأمنية بالمرتبة الخامسة عشر في إمارة منطقة تبوك اثنان تركية عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله السدحان إلى وظيفة نائب الأمين العامي بالمرتبة الخامسة عشر بدارة الملك عبد العزيز ثالثا تركية ضيف الله بن بدر بن فانك العتيب إلى وظيفة مدير عامي جمرك بالمرتبة الخامسة عشر بالهيئة العامة للجمارك أربعة تركية أحمد بن جزا بن حماد الشيخ إلى وظيفة وزير مفوض بوزارة الخارجية خمسة تركية أحسين بن حمد بن محمد المري إلى وظيفة مدير عامي فرع الدمام بالمرتبة الرابعة عشر بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ستة تركية سعيد بن خلب بن بخيت الغامدي إلى وظيفة بودير عامي فرع الوزارة في منطقة مكة المكرمة بالمرتبة الرابعة عشر بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية سبعة تركية أحمد بن عبد الله بن عبد العزيز أبو عباه إلى وظيفة مستشار إداري بالمرتبة الرابعة عشر بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية هذا وطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول اعماله وقد احاط المجلس علما بما جاء فيها ووجه حيالها بما رأى بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة للسعود رسالة شفوية الى اخيه صاحب السمو الشيخ صباح لحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت وقام بنقل الرسالة لسمو امير دولة الكويت صاحب السمو الملكي الامير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز المستشار في الديوان الملكي خلال استقبال سموه له بقصر بيان اليوم اعتضمنت الرسالة لعلاقات الاخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين حضر الاستقبال صاحب السمو الامير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت والشيخ علي الجراح الصباح وزير شؤون الديوان الاميري والشيخ محمد الخالد الصباح المستشار في الديوان الاميري والشيخ خالد العبدالله الصباح رئيس المراسم والتشريفات الاميرية في الديوان الاميري ومعالي احمد فهد الفهد وكيل الديوان الاميري ومدير مكتب سمو امير دولة الكويت بعد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اهل سعود برقية تهنئة لجلالة الملك ماها فاجرالون جكورن ملك مملكة تايلاند بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده عرب الملك المفدى باسمه واسم شعب حكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته ولحكومة وشعب مملكة تايلاند الصديق اضطراد التقدم والازدهار كما بعث صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز اهل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ببرقية تهنئة مماثلة لملك مملكة تايلاند بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده ببرقية شملت ستة عواصم عربية عزز من خلالها صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع علاقات الدول بالمملكة وعلاقة المملكة بالدول العربية الشقيقة ومكانة المملكة على المستوى الدولي بعد ترأسه لوفد المملكة المشاركة في قمة مجموعة العشرين في الارجنطين نتعب جولة عربية واسعة قام بها سمو ولي العهد كانت انطلاقتها من دولة الامارات العربية المتحدة حيث عقد سمو ولي العهد في ابو ظبي جلسة مباحثات مع ولي عهد ابو ظبي تم خلالها استعراض اوجه التعاون الاستراتيجي بين البلدين وفرص تطويره في مختلف المجالات ومن ضمن زيارة سموه لدولة الامارات شهد منافسات الجولة الختامية لبطولة العالم لاستباقات الفورمولا ون كما تخللتها لقاءات مع اصحاب الفخامة والسمو ورؤساء فودي عدد من الدول في تلك الفعالية الرياضية وفي جولة ولي العهد الثانية كانت الوجهة الى مملكة البحرين حيث دشنت جلالة ملك البحرين وسمو ولي العهد خطأ نبيب النفط الجديد بتعاون سعودي بحريني ومنح جلالة الملك وسام الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة من الدرجة الممتازة لسمو ولي العهد تقديرا لجهود سموه في دعم وتعزيز العلاقات السعودية البحرينية ثم حطت طائرة ولي العهد في القاهرة حيث شهدت زيارة الامير محمد بن سلمان لقاء ثنائيا مع الرئيس السيسي كما عقد اجتماعا موسعا بحضور وفدي البلدين وأشار سموه إلى أن المباحثات أكدت العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط بين المملكة ومصر وبعد مصر توجه سموه إلى تونس وكان أول مستقبلي فخامة الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية وقد عقد سمو ولي العهد اجتماعا ثنائيا مع الرئيس التونسي استعرض خلاله التعاون السعودية التونسي في شتى المجالات والفرص الواعدة لتطويره وقد منح الرئيس التونسي سمو وولي العهد الصنف الأكبر من وسام الجمهورية تقديرا لجهود سموه في دعم وتعزيز العلاقات السعودية التونسية الجولة العربية تأتي تزاون مع قمة العشرين حيث وصل سمو ولي العهد للعاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس لرئاسة وفد المملكة المشاركة في قمة قادة دول العشرين حيث تحظى المملكة بمكانة مرموقة في المحافل والأوساط الدولية فهي الدولة العربية الوحيدة في مجموعة العشرين التي تضم أكبر عشرين اقتصادا حول العالم الأمير محمد بن سلمان التقى بالعديد من قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة وأجرى خلال اللقاءات استراض أوجه التعاون بين المملكة ودولهم في المجالات كافة من جهة أخرى انضمت المملكة لللجنة الثلاثية في مجموعة العشرين وبعد قمة العشرين سمو ولي العهد يستانف جولته العربية فكانت الوجهة إلى موريتانيا الشقيقة وقد اكتسبت الزيارة أهمية خاصة باعتبارها زيارة أول مسؤول سعودي رفيع المستوى منذ أربعة عقود إلى موريتانيا وهو ما عزز العلاقة بين البلدين إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخها وشاهدت الزيارة توجيه خادم الحرمين الشريفين بإنشاء مستشفى ملك سلمان في نواك شط كما وجه أيضا بترميم مسجد الملك فيصل رحمه الله وتم خلال هذه الزيارة توقيع ثلاث اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين وفي ختام الجولة العربية وصل سمو ولي العهد إلى الجزائر محطته الأخيرة في هذه الجولة وتم خلال الزيارة الموافقة على إنشاء مجلس تنسيقي سعودي جزائري برئاسة سمو ولي العهد ومن الجانب الجزائري دولة الوزير الأول الجزائري لتعزيز التعاون في المجالات السياسية والأمنية ومكافحة الإرهاب والتطرف وفي المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة والتعدين والثقافة والتعليم في أخبارنا المحلية شرف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض مساء أمس حفل سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها وكان في لقاء سموهما في مقر الحفل الشيخ شخبوط بن نهيان بن مباركة لنهيان سفير الإمارات لدى المملكة وعدد من المسؤولين في السفارة وعرب الأمير فيصل بن بندر عن خارص التهاني والتبركات للقيادة الإماراتية هذه المناسبة أرفع تهنئة إلى سمو الشيخ خليفة بن زايد لنهيان وإلى سمو الشيخ محمد بن راشد بن مكتوم وإلى سمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد الأبوظبي على هذه المواقف الرائعة وهذه المناسبة العظيمة في يوم الوطني نهني أنفسنا نحن بهذا اليوم لأنه هو يومنا فلذلك نحن نسير إن شاء الله وإياهم في موكب واحد وفي منهج واحد وعلى طريق واحد للمستقبل المشرق بإذن الله في وحدة متناهية هذا الاحتفال ليس فقط للفرد الإماراتي بل السعودي ما شهدناه اليوم من احتفاليات في جميع ربوع المملكة وهذا وسامنا نضعه على صدورنا وتهاجنا على رؤوسنا الكل محتفل والله للحمد الكل يعكس مدى التناحم والترابط بين السعودي والإماراتي نحن في مركب واحد من جهة أخرى ترأس أمير منطقة الرياض بحضور سمو نائبه اليوم جزة مجلس المنطقة حيث استعرض خلال الجزة آخر المستجدات المتعلقة بالخدمات الصحية كذلك أهم الأنشطة الخاصة ببرامج التحول الوطني في المنطقة ثم جرى مناقشة جدول الأعمال لهذه الجزة الذي تضمن محضر اجتماع الدورة السابقة وما ورد في تقرير لجنة التنمية والمرافق الذي تضمن عددا من المواضيع التنموية والخدمية خاصة ما يتعلق بالخطة المقدمة من أمانة المنطقة وفي نهاية الاجتماع أعرب الأمير فيصل بن بندر عن شكره وتقديره للأعضاء على ما يقدمونه من مقترحات وآراء قيمة للمنطقة التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تابوك في لقاء الأسبوع يمس أهالي المنطقة والقضاء ومشايخ القبائل ومدير الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية وذلك في القصر الحكومي وفي أثناء لقاتنا ولا سموه في حديثه للمواطنين العديدة من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات الخدمية والتنموية التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عصير رئيس هيئة تطوير منطقة عصير أمس مدير تأسيس هيئة تطوير منطقة عصير الدكتور أنس المغيري واطلع سموه خلال اللقاء على تقرير شامل عن خططه ومسجدات هيئة تطوير المنطقة والأهداف الاستراتيجية للهيئة إلى جانب أعمال الهيئة التي تركز على التقديط والتطوير الشامل لمنطقة عصير في كافة المجالات كما التقى أمير منطقة عصير اليوم محافظ البرك عبد الرحيم الهلالي والوفد المرافق واطلع سموه خلال اللقاء على التقرير الخاص بمهرجان شتاء البرك 2018 الهادف إلى إبراز جمال المحافظة والتعريف بأهم المواقع السياحية والأثرية والإسهام في دعم الأسر المنتجة ورعاية الموهوبين وإبراز نشاطاتهم وتوفير فرص العمل لشباب وفتيات المحافظة إضافة إلى دعم الحركة الاقتصادية كرم صاحب السمو الملكي الأمير صعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس وعضاء مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالدمام وذلك بمناسبة انتهاء فترة عملهم كما قدمت تهنئة للمجلس الجديد بالترشيح وأكد سموه أهمية دور أعضاء المجلس في تعزيز الترابط بين أهالي الأحياء المستفيدة من خدماته وبرامج اللجان ودع الأمير صعود بن نايف جميع الجهات ورجال الأعمال وأهالي الحي للعمل على تعزيز برامج لجان التنمية في المنطقة من جهة ثانية التقى أمير المنطقة الشرقية نائب وزير العدل الشيخ سعد السيف وطلع سموه على تطوير منظومة القضاء في المحاكم وكتابات العدل كما استعرض سموه أبرز المشاريع التطويرية للوزارة في الجانبين التقني والتطويرية ونبقى في المنطقة الشرقية حيث دشن الأمير صعود بن نايف أمس المهرجان الوطنية الترفيهية الأول للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة الذي يصادف الثالثة من ديسمبر وأشهد سموه بما يقوم به أشخاص ذوي الإعاقة من حراك في المجتمع في كافة الجوانب العلمية والعملية وكد الأمير صعود بن نايف أن اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة لتقديم الشكر لهم على ما يقدمونه من جهود على الرغم من فقتهم لحاسة من حواسهم وتمنيا سموه لهم التوفيق رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم أمس في مركز الأمير سلطان الحضاري في محافظة الرس رعى حفلة تكريم 211 طالبا في جائزة الأمير فيصل بن مشعل التفوق العلمي تفوق وفور وصول سموه للمركز بدأ الحفل الخطبي المعد بهذه المناسبة حيث تم تأكيد على أن مثل هذه المحافل تعد تحفيزا للطالب بل للطلاب والطالبات لمواصلة التنافس والتفوق فيما بينهم إثر ذلك توالت في قرات الحفل واستعرضت عدد من الكلمات الوطنية لشباب وفتيات المحافظة عقب ذلك قدم أبو ريت إنشادي بعنوان مرحبا بك ثم مسيرة للطلاب المتفوقين من جهة ثانية استقبل سمو أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية في المنطقة اليوم معالي مدير جامعة القصيم الدكتور عبد الرحمن الدوود ووكيل إمارة المنطقة الدكتور عبد الرحمن الوزان ورئيس فريق دراسة مشروع واد الرمة الدكتور محمد الدغيري وعضاء الفريق الذين قدموا للسلام على سموه وتسليمه نتائج دراسة مشروع واد الرمة الذي جرى إعداده من قبل الجامعة ونوه سمو بضرورة تكاتف وتعاون جميع الجهات ذات العلاقة مع جامعة القصيم لحل جميع المشكلات البيئية الموجودة بالوادي رعى صاحب السموه الملكية الأمير الدكتور حسان بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحامس حفل فعاليات المهرجان الوطنية الترفهية للأشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار أهلا بالغالين الذي تنظمه جمعية الأطفال المعوقين في المنطقة بالتعاون مع مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة وفور وصول سموه لمقر الحفلة تجول في أركان المعرض مطلعا على الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة وشهد سموه الحضور عرضا مرئيا عن المهرجان والبرامج التي ستنفذ وفي ختم الحفل تسلم الأمير حسان بن سعود درعا تذكارية فيما التقطت الصور التذكارية كما زار أمير منطقة الباحة اليوم مجمع سالم الطبي في مدينة الباحة وتجول سموه في أقسام المركز وطلع على العيادات والأقسام وتم خلال زيارة تتشين الخدمات الإلكترونية بالمجمع التي تشمل الموقع الإلكتروني والتطبيق الطبي الإلكتروني الأول على مستوى المنطقة يضافة إلى تتشين خدمات صحتي استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسان بن سعود بن عبد العزيز من منطقة الباحة اليوم مديرة الشؤون السياسية لقنصلية الولايات المتحدة الأمريكية بجدة سيدة ماريا ماتيكو دوكو التي تزور المنطقة حالية وشهد السموه بالعلاقة المتينة بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية وبأفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية وتبادل الهداية الذكارية بهذه المناسبة رعى صاحب السموه الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة حائل في مركز الملك سلمان لرعاية الأطفال المعوقين بحائل أمس بحضور السموه نائب الأمير المنطقة المهرجان الوطني الترفهي للأشخاص ذوي الإعاقة وفرسول السموه تجول على أجنحة المعرض المصاحب للفعاليات مستمعا لشرح مفصل عن المعرض ونوها الأمير عبد العزيز بن سعود بما وجده في هذا الموقع من إصرار وتحدي من الشباب والفتيهات لتجاوز الإعاقة عادا هؤلاء بالنموذج الوطني المشرف حاثا ذوي الإعاقة على السمرار بنفس الوتيرة من المبادرات والحماس والانطلاق ما وجدناه اليوم حقيقة أنموذج رائع مشرف على الثبات والتحدي والإصرار كانت هذه الإعاقات حقيقة منعطف وزاوية في حياتهم جعلتهم يصر على النهوض من جديد التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم معالي المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله التركي وعرب السمو عن شكره وتقديره لمشاركة الدكتور التركي ضمن برنامج زيارة عالم الذي تنظمه جامعة الحدود الشمالية بالتعاون مع رئاسة العامة للإفتاء وتقديم محاضرة بعنوان خطورة الفتن والمخرج منها مثمنا الدور الكبير الذي يطلع به العلماء في نشر الوسطية والاعددال وتطبيق المنهج السليم كما التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمس مديري مكاتب صحيفتي الرياض وعكاض بمدينة عرعر وعدد من منسوبيها وعشاد سمو خلال اللقاء بالجهود الإعلامية المتميزة للصحيفتين في تغطية أخبار المنطقة ومواكبة تطورها وإظهار مسيرتها التنموية أكد أن الإعلام رسالة سامية ومهمة وعلى الإعلاميين مراعاة القيم والمبادئ في إصالها وفق السياسة الإعلامية للمملكة نوه أمير منطقة الحدود الشمالية بما يحظى به القطاع الرياضي من الدعم والاهتمام غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين وسمولي عهده جاء ذلك خلال لقائه أمس رئيس مجلس إدارة نادي الوعد جزان طارد أبا الوكل وعضاء مجلس الإدارة ولعب فريق درجة الشباب لكرة القدم بالنادي وطلع سمو على تقرير الانتصارات التي حقها النادي ومنها فريق درجة الشباب لكرة القدم بالتأهل إلى التصفية النهائية للصعود للدور للدرجة الأولى وعنأهم بالتأهل مشيرا إلى أهمية الاهتمام بتطوير الألعاب المختلفة وإقامة المناشط التي تعود بالنفع على الشباب في المنطقة التقى صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف أمس معالي النائب العام الشيخ سعود المعجب والوفد المرافق له وجر خلال اللقاء بحث العديد من الموضوعات المتعلقة بعمل النيافة العامة في المنطقة وسبل تطوير العمل والارتقاء بها كما قام أمير منطقة الجوف أمس بزيارة لمبنى أمانة منطقة الجوف الذي دشنه خادم الحرمين شريفين أثناء زيارة الميمونة للمنطقة واطلع الأمير بدر بن سلطان خلال الزيارة على الأنشطة والمرافق ومركز خدمة العملاء واستمع لشرح من أمين المنطقة المهندس درويش الغمدي عن المشاريع البلدية المعتمدة ومراحل سير العمل بها مؤكدا أنها تسير وفق الخطة الزمانية المرسومة لها كما اطلع على مختلف التطبيقات الإلكترونية بالأمانة وفي مقدمتها خدمات بلد الإلكترونية نشرتنا مستمرة فيها بعد قليل وزارة الحج والعمرات وقعوا مذكرة تفاهم لاستقبال 30 مليون معتمر سنوية أهلا بكم تحت رعاية صاحب السمو الملكية الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة دشن صاحب السمو الملكية الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة منتدى ينبع الاستثمار والهوية المؤسسية الجديدة لغرفة ينبع والخارطة الاقتصادية للمحافظة والمناطق التابعة لإشراف الغرفة كما دشن سمو احتفالية غرفة ينبع بمرور 40 عاما على إنشائها وطلع سمو نائب أمير المنطقة على الجدار الزمنية الذي يحمل صور مؤسس الغرفة ورؤساء وعظام جالس إدارة الغرفة بعد ذلك عرض فيلم وثائقي عن تاريخ الغرفة ومسيرتها ثم كرم سمو رؤساء وعظام جالس الغرفة السابقين من الدورة الأولى وحتى الدورة العاشرة التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جزان رئيس اللجنة الإشرافية على برنامج توطين الوظائف في المنطق أمس أمين عام برنامج توطين الوظائف في جزان المهندس أحمد القنفذي حيث تسلم سمو تقريرا عن نتائج البرنامج والأنشطة المعتمدة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة وطل على ما تضمنه التقرير والبرامج المنفذة وما تم تحقيقه من نجاحات في مجال توطين الوظائف والرقابة الميدانية بالمواقع التجارية التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية معالي نائب وزير العدل الشيخ سعد السيف والوفد المرافق له وطلع سمو على جهود الوزارة في تطوير منظومة القضاء في المحاكم وكتابات العدل وأبرز المشاريع التطويرية للوزارة وكذا الأمير أحمد بن فهد أن قيم العدل واستقلال سلطة القضاء هي السمة الأبرز في تاريخ المملكة منذ عهد المؤسسي طيب الله ترى استقبل معاني وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن أمس سفير روسيا للتحادية فوق العادة والمفوض لدى المملكة سفير سيرجي كوزولوف وأجرى خلال الاستقبال تناول الحديث الودي وبحث عدد من الموضوعات في شؤون الحج والعمرة من جانبها شاد كوزولوف بالجهود المبذولة والخدمات التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن مما مكنهم من أداء حجهم بكل نجاح وأمن وراحة واستقرار وقعت وزارة الحج والعمرة مذكرة تفاهم مع شركة جودال مختصة في حجوزات السفر أونلاين للاستفادة من الإمكانات التقنية والمنصات التسويقية والخبرات والموارد في قطاع حجز الفنادق والسفر لتوظيفها في خدمة طيوف الرحمن وتحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة عشرين ثلاثين باستقبال ثلاثين مليون معتمر وتهدف مذكرة التفاهم إلى إتاحة خدمات الحجز للحجاج والمعتمرين من مختلف دول العالم عبر منصة أجود أطلق النظام بل أطلق أطلق النظام الآلي للإنذار المبكر لهيئة الأرصاد وحماية البيئة عدة تنبيهات متقدمة حذر فيه من التقلبات الجوية التي تشهدها بعض مناطق المملكة مشيرة إلى احتمال أمطار غزيرة مع جريان السيول على بعض أجزاء منطقة مكة المكرمة المدينة المنورة تابوك الحدود الشمالية الجوف ومنطقة حائل هذا وتوقعت الأرصاد الجوية في تقرير خاص بتقلبات جوية تشمل محظم مناطق المملكة تتسم برياح نشطة وأتربة مثارة وعمطار رعادية وزخات من البرد ابتداء من هذا اليوم الثلاثة إلى يوم الجمعة المقبل قدم مركز الملك سلمان للغاثة والعمال الإنسانية أكثر من 16 طن من المسزمات الطبية التي عبرت منفذ الوديع الحدودي وتأتي هذه المساعدات امتدادا للجهود الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لدعم الأشقاء في جميع المحافظات اليمنية أكد المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا جيمس جيفري أن وقف إطلاق النار في محافظة إدلب شمالية سوريا مهم جدا لأحلال الاستقرار المرجو في البلاد وأضف أن العملية السياسية التي تدعمها الأمم المتحدة من شأنها تحقق حلا سياسيا دائما وسلميا فيما لم يستبعد احتمال وصول عملية السلام إلى طريق مستود كما أوضح أن تواجد القوات الأمريكية في سوريا لإنجاز مهمة عسكرية واحدة وهي محاربة تنظيم داعش والتصدي للإرهاب وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة سشهد شاب فلسطيني من مخيم طول كارم بعد إصابته بعيار ناري في الرأس من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي كما اعتقلت قوات الاحتلال أربعة فلسطينيين من مؤنازلهم في بلدة حزمة شمال شرق القدس المحتلة وخمسة شبان فلسطينيين في محافظة نابلس من جهة أخرى هدمت سلطات الاحتلال ثلاثة منشآت في بلدة حارس غرب سيلفيت وذلك استمرارا لأعمالها العدوانية حال الأراضي الفلسطينية أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن نزوح 222 عائلة من مدينة الجفرة إلى بلدة الفقهاء جنوب البلاد وذلك لاندلاع عمل عنف في المنطقة بسبب غياب الأجهزة الأمنية ما جعلتها مهددة بالهجمات المسلحة من قبل الجماعات الإرهابية وأكدت المنظمة أن فرقها قامت بدعم من الصندوق الاتماني للاتحاد الأوروبي بتقديم المواد الليوائية إلى الأسر النزحة في الفقهاء كجزء من الدعم المقدم للمجتمعات المتضررة من النزحات نددت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بتجارب إيران الصاروخية مؤكدة أنها تهدد استقرار المنطقة والعالم وقد طلبت كل من لندن وباريس عقد اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي بهذا الشأن دعت الولايات المتحدة أمس الدول الأوروبية إلى فرض عقوبات على برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران براين هوك إن النظام الإيراني يزعم أن تجاربه في مجال الصواريخ هي بطبيعتها الدفاعية إلا أنها ليست كذلك مضيفا أن هذه التجارب تشكل تهديدا خطيرا ومتزايدا لكل دول المنطقة من جانب آخر عبرت فرنسا في بيان لخارجيتها عن قلقها من تجارب إيران الصاروخية مؤكدة أنها استفزازية ومزعزعة للاستقرار ولا تمتثل لقرار الأمم المتحدة 2231 حول الاتفاق النووي بدوره اعتبر وزير الخارجية البريطاني جيرمي هاند حول التجارب الصاروخية الإيرانية بأنها ذات طبيعة تهديدية ومناقضة للقرار الأممي وقال إن بريطانيا مصممة على أن إيران يجب أن تتوقف عن انتهاكاتها هذا وسيعقد مجلس الأمن الدولي اليوم اجتماعا مغلقا بناء على طلب فرنسا وبريطانيا بشأن التجارب الصاروخية الإيرانية في حين يجري وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو محادثات في بروكسل مع شركائه الأوروبيين حول الانتهاكات الإيرانية وكانت واشنطن قد نددت منذ أيام بقيام إيران بتجربة جديدة لصاروخ باليستي متوسط المدى قادر على الوصول إلى بعض مناطق أوروبا وكامل منطقة الشرق الأوسط وذلك في انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن الدولي ختام النشر هذا تذكير بالعنوي خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة شفوية لأمير دولة الكويت تنديد دولي بتجارب إيران الصاروخية وفرنسا وبريطانيا تطلبان عقد اجتماع لمجلس الأمن شكرا لكم على طيب المتابعة في أمان اللحظة اشتركوا في القناة